هو انفجار لاستخراج الفوسفات من باطن الأرض ثروة منجمية تشكل موردا من المداخل بالعملة الصعبة حيث مع نهاية السنة الفارطة تجاوز رقم الأعمال 200 مليون دولار بعد تصدير أكثر من 1.900.000 طن نحو أهم الأسواق في العالم بلغ رقم الإنتاج 1.914.000 طن أي بزيادة 3% بالنسبة للسنة 2022 بالنسبة للتسويق بلغ الحجم الكلي 1.924.000 طن أي بزيادة 8% بالنسبة للسنة 2022 بالنسبة للرقم الأعمال تجاوز الـ 120 مليون دولار وهو نفس الرقم الذي يحققها خلال سنة 2022 وذلك لتراجع سعر الفوسفات لمستوى الأسواق الدولية مكاسب غير مسبوقة وعيدات قياسية حققتها شركة مناجم الفوسفات سومي فوس بيت بيسا باعتماد خطة استثمارية تعمل على تطوير الطاقات وتأهيل سلسلة الإنتاج للرفع من عمليات الإنتاج والتصدير مستقبلا لدينا مخطط تنمية 2024-2027 الذي سيتجاوز إن شاء الله 3 مليون طن ما بعد 2027 ستكون إن شاء الله 4 مليون طن من أجل تلبية الطلب الداخلي للدولة الجزائرية وكذلك بعض من الطلب الخارجي هو الخيار الاستراتيجي لاستغلال الثروات الطبيعية ومنها الفوسفات لتنويع الاقتصاد خارج المحروقات خصوصا تصديره للقارات الخمس لما يمثله لمستقبل الأمن الغذائي عبر العالم